سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاك يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. معكم زمالكم محمود عبدالنعيم في رأة ثالثة. والنهار ده ان شاء الله هنشرح محاضرة من محاضرات الفرماكولوجي بعنوان قبل ما نبدأ يعني ما تنسوش زمالكو اخواتكو اه اللي توفاهم الله اه حمهم ويغفر لهم ويجعل مسواهم الجنة ويصبر اهلهم يا رب وبرضو ما تنسوش اخوات اخواتنا في فلسطين وسوريا وسودان من دعواتكو ربنا ينصرهم ويفبت اقدامهم ويجعل نصح حديثهم يا رب ويصبرهم على البلاء اللي هم فيه. وبرضو نقول دعا المذاكرة اللهم ان يسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامرة وقلوبنا بخشاتك واسرارنا بضاعتك انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نصلي عنابا شباب نسمي الله ونبدأ. احنا جايين نتكلم عن ايه? جايين نتكلم عن يعني ادوية بتعالج. يعني طب ايه ازاي? زي ما انتم مخدتوا في المحاضرات في المجيول ده. ان دا عبارة عن كمية جلوكوز وعالية في الدم. طب ايه اللي بيعلي الدم? اللي اصل مسؤول عن نوع يا اقلل نسبة جلوكوز في الدم. لو مش مزبوط فبالتالي هيزيد نسبة جلوكوز في الدم. فبالتالي ممكن يكون موجود. او ممكن يكون موجود بكيميات ولا يلا. فبالتالي برضو هيسبب لك او ممكن يكون موجود بس الاكشن بتاعه مش شغال. ازاي? ممكن يكون المشكلة في نفسه اللي بيستقبل. فبالتالي لو والانسولين موجود ايا كان كده كده مشاش تعمل. موجود بقى مش موجود يبقى كده. تمام. ده بالنسبةله اللي هو تعريب طب تاع الطاقت D. طب ايه التايبس بتاقت ديابيتس? التايبس بنقسم الى two types. طايب وطايب وطايب طو. طيب ون. وطايب طو. نن انسولين ضيابيتس. اللي نبدأ بطايب وطايب ون. طيب ون. بص مش موجود. absolutely insulin deficiency. يعني عارف اللي هو الانسولين مش موجود اسني. سوى حرف يعني عارف اللي هو مش حتى مش قليل لا هو مش موجود خالص. طب ايه اللي بخليه مش موجود كده المنظر ده? هو الموضوع جي من جزوره حرفية. اللي بيصنع ايه اللي بيصنع الانسولين? البيتاسيل بتاعت البانكرياس. وبالتالي بتاعت البانكرياس تدمرت. طب ايه اللي ممكن اصلا يباوز البيتاسيل? بص بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة الاميون سيستم بتاعك الجنن. الجنن عليك اما دمر لك البيتاسيل ودوق وخلاص ما خليك من غير انسولين. يبقى اوتو اميون بروسس. او بيقول لك ان هو ممكن يكون يعني بنسبة قليلة ايه دي باثك حاجة كده انت مش عارف السبب بتاعها ملاش سبب. طيب وان ده غالبا بييجي عارف اللي هو بيجي الاطفال يعني غالبا. يعني بيكون واحد بيكون مسلا طفل كده مولود يعني عنده مشكلة في اللي هو في البيتاسيل. فبالتالي بيمشى على انسولين بقى طول عمره. طب طيب طيب تو. طيب تو نان انسولين ديابيتس. يعني الانسولين بيبقى موجود بالنسبة قليلة. يعني او فبالتالي يعني هو يعني مش قادر يشتغل او يعني عارف او ممكن يكون هو موجود بس مش شغالة او اللي هو الريسيبتورز نفسها مش شغالة. فده بنمشي على حاجات اسمها انما الطيب وان ده بيمشي على طب ايه هما الانتي ديابيتك دراجز هما حكيتين بالزبط. وهنا اخد واحد فيهم النهاردة ان شاء الله وهو الانسولين والمحاضرة الجاية هناخد نبدأ بالانسولين هو الانسولين هو اللي معنا. تمام. الانسولين نبدأ بقى بالانسولين الريسيبتور بتاع الانسولين ده. يعني بص الانسولين بيخش بيبدأ بيبايند مع ريسيبتور اللي هو السلسل ريسيبتور. تمام. الريسيبتور ده هل موجود في الحتة اللي بيشتغل فيها الانسولين بس? الاماكن اللي بيشتغل فيها الانسولين? لأ مش هي بس. كل حاجة موجودة كل كل سيل موجودة عندك فيها للانسولين. شوف اي حاجة اي حاجة موجودة عندك هيكون فيها يعني بيقولك ان هو مش مكتصر على بتاعة اللي هما الليفر والمصل والفات بس بيبقى موجود في اي حاجة يعني اي مكان يعني اي حاجة طب ايه عايزين نعرف كمبونة نفسه بتاع الانسولين ريسيبتور بص انا هحكي لك براس مكروكي كده عباثية بص العبارة عن طب بص هقولك يعني ايه قادي عندنا هو هو بيقولك يعني معادي كده ليه حاجات نقولي ان ده وده بص يا سيدي ويقولك برضو يعني ان هو بيكون من بروتين ما علينا تمام بيكون من اربعة اتنين الفا واتنين بي ده بتاعهم بحاجة اسمها بص بحاجة اسمها داي سالفايد بوند اهان تمام عايزين فقط نعرف حاجة الحاجة انت عندك اهو انسولين داخل انسولين عليك اهو الانسولين داخل عليك هيبايند مع مين هيبايند مع الحاجة وهي الالفا تمام يبقى هو بيبايند مع الالفا تمام طب عندنا ايه لازمة بقى البيتا البيتا دي بتكون يعني هو بص بتبقى موجودة جوه اكتر حاجة بس هو يعني موجودة برا وجوه بس اغلب الحاجة بتكون جوه يعني تمام وهو المسؤول طب ايش غلط بقى مسؤول عن حاجة اسمها تايروزين بروتين والدكتورة اكدت على النقطة دي تمام نرجع بقى للصيد الاصلية الانسولين ده عبارة عن بيتكون من اربعة صبيونة اتنين الفا واتنين بيتا بيلينك مع بعض عندك اللي هو الالفا صبيونة دي تبقى هي وهي اللي بتحتوي عليها هي اللي بتحتوي عليه البيتا صبيونة بقى مسؤولة عن وعشان برضو اسكم هلك كده بصورة اسهل انا هقول لك بقى عندك اللي هي ان البروتين يبقى بيتا صبيونة بروتين يبقى تايروزين بروتين يبقى بيتا صبيونة ماشي كده دخلنا خلصنا موضوع ريسيبتور طب عايزين نتكلم عن الاكشن بتاع الانسولين نفسه بص هو بيعمل تلاتة اكشنز مفادهم واحد بيقضوا نفس الغرب بالزبط هو ايه هو ان يقلل نسبة الجليكوز في الدم ايه ازاي بقى? اول حاجة هو بيعمل ايه? بيحفز تخزين الجليكوز في التلات اماكن اللي هما التارجد اللي كلاسيكال اللي انا قلتلك عليهم اللي هما إيه وهؤ ومصل بيحفز بقى في بيكزن بقى الجليكوز ده في صورة تمام. وطب في بيخزنوا في صورة خزون الصور الدهون. تمام? وبيخزن بقى عندك اللي هو في في المصل بيستخزينه في ايه? بيتحول الى امينو اسد. عشان يتكم يتجمع ويتخزن كسورة بروتين. يبقى هو بيتخزن في في الليفر في الاديبوستيشو. بروتين او امينو اسد بيتحول الى بروتين في المصل. دي اول نقطة معانا. تماغزة احاولت على الصلاة بالغلط. دي اول نقطة معانا. تاني نقطة. تاني نقطة بيحفز تكسير الجلوكوز في العضرة. للطاقة. انت بقدر روحت الجيم ورحت الجيم بقى وعايز تكسر بقى يعني عارف لو هو تكسر الدنيا ودشمل الدنيا. ايه اللي هيديك طاقة? الجلوكوز. هو اللي هيديك الطاقة. يعني عارف لو هيتكسر الجلوكوز عشان تشتغل. تمام. دي تانية حاجة. تالت حاجة وهي الانسولن بيعمل ايه? بيعمل انهيباشن لتكسير والبروتين عشان يتحول الى جلوكوز. يعني بيقلل نسبة الجلوكوز وبيقلل نسبة يعني بيقلل نسبة تصنيع الجلوكوز وبيقلل نسبة التكسير بتاعت الثلاث حاجات اللي همها والجلايكو جين والبروتيين. عشان ما تحولوش الى يعني بيعمل الاخر دي بالنسبة لا لا بالغلط ماشي. طب نخش بقى يعني واق بص في كده او في حاجات كده انقسمات للانواع مختلفة للانسلين. عندنا اربع انواع. النواع الاول رابط او او النوع التاني او اسمه او اسمه يعني تلات اسماء اه متاحين. وتالت حاجة ورابع حاجة جاية جاية من اسمه. نبدأ باول حاجة اللي هو الرابط والالترا شورت اكتنج. بص الرابط والالترا شورت اكتنج دي بقى ايه? هو جاية من اسماء. هو بقى بيشتغل ازاي? بعد خمس هتدي الحاجة بعد خمس زق تلاقي شغال على طول. بص كده على طول. هتلاقي شغال على طول. بيقعد بقى ممكن يقعد لك مسلا من ساعة ونص لاربع ساعات مسلا. ممكن يعود لك ممكن يكمل لك بقى يعني بكتير قوي قوي لو طول من خمس لثمان ساعات. دي بالنسبة للموضوع بتاعت الرابط. طب بص. الرابط بيشتغل بقى ازاي? انت بتديه قبل الوجبات. انت واحد عايز انت واحد عايز تاكل. وفي نفس ملتزم باكل معين. وفي نفس الوقت عايز تحافظ على نسبة اللي هو الجلوكوز اللي عندك. مش عايز تعليها. مش عايز يسبب لك هايبرجليسيميا. فانت لما تاكل طبيعي هيسبب لك بقى عندك اللي هو طبيعي عندك اللي هو هيكسر الجلوكوز فبالتالي هيحصل لك هايبرجليسيميا. انت بقى بتدي ده بتدي اللي هو قبل الوجبات عشان لما تخلص الوجبة تلاقي الانسولين شغال وتلاقي بيشتغل مع الاكل. فبالتالي يحافظ لك على نسبة الجلوكوز. تمام. هو ليه بقى تلاتة ادوية. واننا ستمتم تهم في كلمة اللاج. اللاج ده اللي هو اللي بيجي على الموبايل العادي يعني اللي هو اللي هو التبطيق يعني. انا باقلك ان هو او او دا مش بطيء. دا مش بيبطل. يعني بيسرع بيسرع. فهو عكس اللاج. يعني من الاخر ان هو لاج. تمام. يبقى ما في ايه بيستخدم في استخدامين بالزبط? اول حاجة. بيستغنم في صورة في الكيتو اسيدوزز. الكيتو اسيدوزز ده حالة سيفير جدا 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 بيزيد فيها نسبة الجلوكوز والكيتو ممكن تودي العيان في كومة. فانت واحد مش عايز عايز ممكن واحد جالك كومة في صورة كومة او واحد هيخش على كومة. فانت عايز حاجة تنجز على طول. عايز تديره حاجة كده اللي هو يلا على طول انا مش هتديره بقى حاجة او آآ تقعد معاه فترة او قصد يعني اللي هو اللي هو يعني مفعول لها يطول. لا انت عايز حاجة تشتغلها طول. مش وقت. فانت تشتغل تدي له آآ رابد او عشان تعالج موضوع الكيتو اسيدوز. طب ايه الاستخدام التاني? الاستخدام التاني هو بيعمل مع او عشان عشان اعمل طب ايه بقى فكرة ده؟ الفكرة هو بكل بساطة ان انت عندك آآ عندك آآ بيحصل ما بين عندك اللي هو الرابد والالترا شورت مع اللونج ترم والانترميديات. ليه? انت اصلا بتدي يعني عارف عايز عايز تكتسب المستين. عايز تكتسب حاجة تطول معك لفترة طويلة وعايز تكتسب حاجة تشتغل معك على طول قبل الفترة اللي هي قبل الاكلة وقبل الوجبات. فانت بتحتاج عندك اللي هو الرابد والالترا شورت اكتنج بتحتاجه في موضوع اللي هو قبل الوجبات وفي نفس الوقت عايز اللي هو اللي هو اللونج ترم والانترميديات اكتنج ان هو يكمل معاك بقى بقى اليوم. يعني عارف اللي هو عندك بقى مشاكل اللي ممكن يحصل لك بقى يكامل معك بقى ويشتغل وانت نايم عشان يعمل للموضوع عندك اللي هو اللي ممكن تجيه لك عشان فيه شاء فيه انتي هورمونز انتي انسولين هورمونز الشغالة بتجيه لك وانت نايم فبالتالي انت عايز حاجة تكمل معك لمدة طويلة. وفي نفس الوقت انت عايز تكتسب الخبرة بتاع الموضوع قصدي بتاع ان انت تدي انسولين قبل الوجبات واشتغل معك لطول. فانت بتعمل ده. تمام. ده بالنسبة للرابد او الالترا شورت اكتنج. برضو عايز اقول برضو ان هو يعني مش ملاش لازم يعني مش مستهلين هاني. تمام. نيجي لتاني حاجة ما عندك لها او اسمها او بص يا سيدي. انا هقول لا انا بينقسم ولا تلاتة ادوية. اكترابد فيلوسولين والترا لينيت. الترا لينتي. الترا لينتي. الترا لينتي. ماشي. تمام. انا ساكمتها في كين متحاجة. انا ساكمتها في كين بص ممثل. بص. ممثل. هقول لك ممثل ازاي? لا اله الا الله. ماشي. ايه ده? بص انا هسكمها لك في كلمة ممثل. هقول لك ازاي ممثل. بص ممثل يعني ايه? يعني بي اكت. يعني بيمثل. اكت. الممثل بيكون ايه? بيكون غني. يبقى عنده فيلا. يبقى فيلوسولين. اكترابد وفيلوسولين. ممثل وعنده فيلا. بيكتسب فيلوس بسرعة. بيكسب فيلوس كتير بسرعة. يبقى يعني بيكسب فيلوس بسرعة يبقى حاجة بيكسب بسرعة اوي. فبالتالي ممثل يبقى اكترابد. عنده فيلا. يبقى ويه بياخد فيلوس بسرعة. تمام. طب ايه الاستخدامات بتاع اللي هو الشرطة? هو اخد من اخد كل نفس الاستخدامات اللي هي فوق. وزود عليهم حاجات كمان. يبقى هو اخى داي. داي باقي في ممكن تددي برضو دي برضو خلي بالك من النقطة دي كمان. يعني هو بيديه ممكن يديه كمان بس. تمام. بيتستخدم حالات اللي هو كتو اسودوز عشان انت عايز حاجة تشتغل معك بسرعة. تمام. تاني حاجة بيستخدم هيا مع الانترميديات واللونج تيرم. عشان اللي هو كنترول عشان بيكونترول عنده من ناحية كل حاجة بموضوع اللي هو قبل الواجبات ويكمل معاك طول اليوم وهكذا يعني بيكتسب المزتين من الاخر. تمام. تالت حاجة بتريتمنت الانوريكزيا نرفوزا وهيبوكاليميا وبتديهم سابكيوتينيوس. وخلي بدك برضو انت بتدي حاجات اللي هي عندك اللي هو الفوق تدي برضو سابكيوتينيوس. وهقول لك انا ليه بركز في الموضوع ده. تمام. بص السيدي. وقول لك ليه بيعالج الانوريكزيا نرفوزا واللي هيبوكاليميا. الانوريكزيا نرفوزا يعبار عن مسلا واحد او واحدة. آآ رفيع جدا بس شايف نفسه نوع تخين. فبالتالي مش عايز ايكل او ما يبقى اكلش. يعني عارف اللي هو عنده عقد نفسية كده. انا عندي ساعات ساعات بتجي لي فترات كده يعني ساعات بتجي لي فترات فعلا ان انا ببقى كده فعلا. يعني بتحس ان هو رفيع زي القلم. وفي نفس الوقت بيحس ان هو تخين. وبتاع وانا مش عايز اكل وكزا عشان ما تخينش. فبالتالي انت بتعمل ايه? انت بتدي له انسولين. الانسولين ده غصبا عن عينه هيجوعه. هيجوع انت هتجوع العيان. هتجوع العيان فبالتالي غصب عنه غصب عنه هيتطر يأكل. طبيعي. هتجوع العيان فبالتالي هتخليه يأكل. فبالتالي هتحل موضوع الانوريكزيا نرفوزا كيه. تمام. طب بيعالج الهايبوكاليميا ازاي? بيعالج الهايبوكاليميا ان هو الانسولين ده من ضمن الوظائف بتاعته ان هو بيخرج البوتاسيوم بالخلايا. فلما يخرج البوتاسيوم بالخلايا هيجدود نسبة البوتاسيوم في الدم. فبالتالي هيعالج موضوع الهايبوكاليميا. دي منسبة او اللي هو او السولة باليعنية لتلات اسماء موجودين. تمام. نيجي بقى للانترميديت. الانترميديت. اه عشان نخش برضو في بتاعته على طول. بص. اه انه بيستخدم مع او الشورت اكتنج في اللونج ترم اللي هو الكنترول بتاع الضيبية. ازاي ما انا مش رحت لك قلت لك. تمام. طب ايه بقى الانترميديت? ايه اللي ادواء بتاعت الانترميديت? الانترميديت هو عبر عن ايه? ان بي اتش انسولين لنت انسولين بري ميكس انسولين. بص اقول لك على حاجة ثمان? يعني اقول لك انا فاكر زي ما انا قلت لك انا قلت لك اسم هنا 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 بقى بس. يبقى انسولين ون بي اتش. وساكمتها لك في كلمة لبن. اللي هو اه اللي هتبقى وهتبقى البي هتبقى بري ميكسد. اه اللي انه هتبقى تمام. انت بتعمل بص بتاعت من الاخر. في حاجة اسمها يعني ده شائع جدا في الصيدريات. ده بيبقى عبارة عن ايه? بيبقى عبارة عن سبعين في المية انترميديت. اللي هو الان بي اتش. وتلاتين في المية اللي هو بقى و عندك اه هكذا يعني بتاخد بنسبة سبعين او تلاتين. ممكن يكون خمستين خمسين عاد عاد يعني. وممكن تدي برضو يعني تعمل برضو مع حاجات اللي هاي زي آه زي عندك اللي هو الاسبار برضو اللي هما اه 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 شرط قصديه تمام. فبالتالي يعني بتعمله بنسبة برضو سبعين لتلاتين. تمام? دي بالنسبة ليه الانترميدين. بقى. بقى عندك اللي هو حاجة اسمها بروتامين زينك. وعندك اللي هو آآ جلارجين انسلين وديتمير انسلين. اسك كنته في كلمة بجد. بجد اللي هو عارف اللي هو بجد. اتعارف قول ان انت اقول ان واحد بيتأخر عليك وبيطول عليك قوي. وبيعالك فترة طويلة. فاول ما ينزل بقى يقول لك انا اجير لك بدر او. فتقول له بجد. تخلي الموقف ده يعني عشان تعرف تساكم الموضوع. فهو بروتامين زينك انسلين بص وبيستخدم بقى في ايه? بص هو بيستخدم في حاجات عندك اللي هو ازاي? بص انت بتاخد دوز واحدة تكمل معاك اللي هو بالليل. هقول لك ليه بقى? يعني زي ما قلت لك ان انت بتحتاج حاجة وانت نايم وانت نايم انت عندك اكتر حاجة بتشتغل والكورتيزول والسيكس هرمونز. التلاتة دول بيشتغلوا ومنهم عندك اللي هو والكورتيزول فبالتالي بيزودوا نسبة الجرجود في الدم. فانت بالتالي هيجي لك فانت بالتالي هتدي له حاجة تكمل معاه بالليل وهو نايم عشان تعرف تعمل اللي انت ينسل للهرمون. فبالتالي نسبة الجلوكوز تفضل زي ما كان. تمام? وعندك برضو انه انت تعمل برضو مع تعمل برضو مع اللي هو والتراشورت وهكزا. وبالتالي عشان تستفين ان انت تديه قبل الاكل عشان يعادل نسبة الجلوكوز او يخليها زي ما كانت. بقى بالنسبة للجدول يعني اه الحمد لله يعني هو الجدول البسيط. خمسة جد بقى. بس عشان اقفت يعني عشان الازان. آآ بص خمسة جد بقى. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح منكم امنا في سرب معافا في جسدي عنده وقود يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحاجة في ريع. معنى ايه? انت قاعد في بيتك. قاعد في امان. آآ صحتك كويسة. آآ عند يعني عارف? يعني ده يجي لنا ده اكتر حاجة اكتر حاجة تدينا الدرس ده اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي. ايه? انت انت دلوقتي يعني بيحصل يعني انت بتحمد ربنا على كمية النعم اللي انت قاد فيها. انت على الاقل بتوش هم حرفين هناك يعني نفسهم في كل نفسهم في قل حاجة انت لن نفسك فيها. فبالتالي فبالتالي انت احمد ربنا دايما وابدا على كل نعمة انت واخدة. ما تقولش بقى انا مش معايا كزا مش معايا كزا. لا بص اللي معايا. بص اللي معايا. ما 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 تقنتش بقى وما وما تبقاش ما ما يجي لكش كحوت للنعم اللي انت عندك. احمد ربنا دايما وابدا على كل حاجة. سواء في الضرق قبل الضرق. تمام? نرجع بقى للمرجوعنا. ايه الاستغنات بقى بتاعة الانسولين? بص بيستخدم في خمس حاجات بالزرق. وزي ما نقلت لك في الاول ان الانسولين مبقاش موجود. فبالتالي انت بتديه انسولين. عشان يعني يبدل اللي عندك اللي اللي مش موجود خالص. تمام. طب تاني حاجة ايه? منت ضيباتس. قال لا. ايه اللي جابه هنا بقى? طب لا بيستخدم في حالات معينة بقى. بص يا سيدي. بيستخدم في حالات يا اما مؤقتا. زاني واحدة بس عشان يا الله. حاجة مؤقتة. بيستخدم في حالات ايه? ايه? اي حالة زي ايه? زي ده سرجري ازا بريجنانسي. بقى زي. بص يا سيدي. الانسولين ده يعني انا بولك. حاجة بتصنع. حاجة بتصنع بتحول الجليكوز. بتحوله بقى ادي بقى اSurают او بتحوله اه بروتيان. فبالتالي حاجة انا بولك حاجة بناءة. فانت في حالات السرجري وحالات والحالات ازي دي انت بتحتاج حاجة حاجة بناءة. يعني عارف اللي هو حاجة انا بولك وبتصنع حاجات كتير وبتعوضك. وفي برضو انت بتعوز عندك تحوق له انسولين. عشان ما يعديش اللي هو وعشان ما يروحش على الجنين على طول. يعني دي الفكرة. تمام? دي بالنسبة لأول نقطة فيها. تاني نقطة برضو ان هو انت عايز حاجة لو عندك اللي هو او عندك اللي هو اللي انت كنت ماشي عليه يعني لو انت اه لو انت بتاعك ما ما جابش نتيجة. لو حاجة فيه ما جابش نتيجة انت بتضطر بقى تديه الانسولين وخلاص بدوه زيس قليلة. تمام? تالت حاجة بتستغنى فيه? زي ما قلت لك. هو بيخرج نسبة بيخرج البوتاسيوم آآ من الخلايا وبيطلعه على الدم عشان يعالج الهايبوكاليمي. تمام. رابع حاجة انوريكزيا نرفوزة عشان لو واحد شايف نفسه ان هو ما بيكوئد روفايا آآ نوة خين جدا وهو اصلا روفايا زياد قلم. فبالتالي انت بتدي له حاجة اتجوعه اللي هو الانسولين عشان ياكل ويعالج الانوريكزيا نرفوزة. خمس حاجة ضيابيتك كيتو اسيدوتك كوما. ودي انا قلتها يعني قلتها في اللقاء في الكيتو اسيدوزيز بس هنصفيت فيها شوية. نقف عندها شوية. الضيابية الكيتو اسيدوتك كوما ايه الاسباب بتاعتها? اول حاجة اكسس فود انتيك. افوارت في الاكل انت يا عم. افوارت كتير قوي. يعني قد تاكل كميات مهولة اللغات ما ادخلت. ادخلت في كوما يعني مين? انت عين ضيابيتك وقعدت تاكل كتير. شوف الكمية بقى جلوكوز بقى او كيتو مبادي الزادت عندك بهدلتك. تاني حاجة استعبطت في الدواء بتاعت من الاخر. ما اخدش الدواء في معادي. مسلا انت انت احنا اغلب المصريين يعتبر كده. فبناخر بص انت انت كواح مسلا انت المفروض انك تاخد انسلين. اسمها ايه? المفروض انك بتاخد انسلين يعني خدته مرة. خدت المرة التانية لأ. فبالتالي ممكن تخش في كوما عادي. او جالك دي. انت اخدت الجسم بتاعت يرخم عليك فبالتالي عمله بوزه. برضو. الانفيكشن برضو. ممكن يسبب برضو كيتو اصدوز. زي ما انا بقلت لك ان نحنا Europeans زي ما انا بقلت لك برضو ان هو احنا بنحتاج الانسلين عشان هو انا بقول لك. طب ايه بتاعت اللي هو الكيتو اصدوز بص انا هطلع لك من ديابة الكيتو اصدوز دي. بص انا هطلع لك من الاخر من اسم اللي بتاع نفسه. اللي هو سدي بكومة اول حاجة جاء من كوما. دي بكومة. جاء من اسم. ديابة الكي تو كومة كومة تمام تاني حاجة اقولت كيتو اسيدوتك اسيتون يبقى هتلاقي اسيتون هتلاقي طالع من بقه ريحة اسيتون تارت حاجة بيجي له دوهايدريشن بيحالك حاجة يعني عارف اللي هو اللسانه هيبقى ناشف خاصة يعني ما فيش كمية مياه جوه تاني حاجة اقول لك كيتو اسيدوتك يبقى فيه كيتو في اليورين وشجر شوك ليه لان انت عندك الكمية زايدة قوي في البلد فبالتالي اكيد هينزل شوية في اليورين تمام قلت بقى كيتو اسيدوتك يعني جاية من اسد يبقى ايه يبقى التصريحة في الخمسين في المياه انت خلص انت السهلكت التصريحة اللي عندك فبرضو لسه عشان تحاول تعالج موضوع اللي جالك ولسه برضو في موضوع فعندك اللقاء هيئلة بنسبة خمسين في المية نسبة في المية تمام ابو نيجي بقى عندك اللي هو النتاعة الحالة دي لو عندك اللي هو اللي هو اللي حالات عندك اللي هو Itsur Bridge انت بتديله يا تدي له ايه تدي له او اللي هو الشورت اكتنج انسورين. لغاية ما عندك اللي هو يرجع يقل يبقى اقل من اللي هو التلتمية ميلي. والجلوكوس في اليورين يبقى عندك اللي هو عارف اللي هو يبقى بس. تمام? دي بالنسبة ليه من العلاج اللي هو آآ آآ تاني حاجة بتاع والاسيدوس هتعالج الحاجاتي ازاي? اول حاجة انت هتديره آآ آآ هتديره ملح. الملح ايه? الملح بيحب المية. فلما بيحب المية هامل هيجيب لك شوية مية فهيعالج موضوعات تاني حاجة عندك اللي هو ايه السوديون بايكربونات السوديون بايكربونات اللي هو الان ايه? سي او سي. ان ايه تو سي او سي. اللي هو ازاي بقى? محلول ده محلول الكلين. فبالتالي هيعالج الاسيدوس هتديره ايه تاني? بوتاسيوم فوسفيت ويه? عشان يعالج اللي هو الهايبوكاليمي. زي ما قلت لك. تمام? زي ما قلت لك ان هو بيعالج انت بايتك في الانفرد انت عندك الدقاء من الكوز اللي بتسبب ديابيتك كنت واسي ديكوما فانت هتدي له انت بايتك عشان تتجنب الموضوع ده. تمام? ويه تاني? هتدي له جلوكوز بالنسبة خمسة في المية. جلوكوز خمسة في المية. قال لا? جلوكوز خمسة في المية ايه? ازاي? اصلا? لا بص يا سيدي. انت لما هتدي انسلين. انت لما هتدي انسلين. ممكن الانسلين يافور معك قوي. فبالتالي هيدخلك في حالات بقى آآ هايبو جليسيمية. انت متخيل الانسلين ممكن يافور معاك يعني بالزيادة 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 ويدخلك في فانت بتدي له جلوكوز بالنسبة خمسة في المية جلوكوز طفيف جدا. عشان تتجنب الهايبو جليسيمية. تمام طب ايه تديلي اللي انت بتحتاجها من اللواء الانسلين ده. بيقول لك ان هو الشخص اللي هو النورمال او اللي هو الرفيع. بيحتاج يعني كمية بسيطة جدا بيحتاج عندك ہے تلو من اتنين من عشرة لنص يونت كيلو جرم و اه كيلو جرام يحتاج اللي هو يعني من اتنين من عشرة دخل ما لنص أي لكل جرم تمام يعني انتهى بقى سهل جدا. بيبقى نص اللي هو نص الكمية دي بتبقى في اللي هو عندك هو ليو في. والنص تاني بيبقى يعني زي ما اقول تلك اللي هو الحصلى مابين او اللي هو blue مع اللي هو الآلترا شورت. تمام. ده بيبقى نص في اللي هو في حالته هو نايم. وفي اللواء الحالة اللو هو النص التاني في اللواء حالة تمام. طب لواء اوبيز. اكيد نسبة بتاعته هتزيد. هيبقى هيزيد اربعة ضعاف. اربعة انت هتحتاج اربعة ضعاف في الموضوع. يعني عارف اللواء هتحتاج كام? هتحتاج لواء اوبيز هيبقى كام? هيبقى يعني اه هيبقى اتنين يونت بير كيلو جرام. لأ سنة هتلقبط. بص انت عندك اللواء في الدايبيتس. بص بمستة امان عشر. لسبعة من عشر كيلو جرام بردي. تمام. ده بالنسبة للوقت دايبيتك. انت بتحتاج لو هو واحد دايبيتك انت بتحتاج انسلين بصورة اكبر شوية. طب لواء اوبيز كمان. فهو يحتاج اتنين بير كيلو جرام بردي. شوف احنا نطينا فين? فانا عشان اجمل حالك تاني. ان انت عندك اللواء او اللواء الشخص النورمال او بيحتاج من اتنين من عشرة لنص. وفي بيحتاج اربع ضعاف في الموضوع ده تقريبا. تمام. طب لواء دايبيتك 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 ده هيحتاج من ستة من عشرة سبعة من عشرة اه يونت بير كيلو جرام. تمام. طب لواء اوبيز بقى فبقى احتاج اتنين من عشرة بير كيلو جرام بردي. يونت بير كيلو جرام بردي. تمام. طب ايه هالفاكتورز اللي ممكن تزود احتياج او تقلل احتياج اللي هو الانسلينت. نيجي بقى اللي بيزود. اول حاجة اللي بيزود ايه? زي ما احنا ما اخدنا في في الصلادات اللي فاتت. حالات الاسترس. زي ايه? زي تاني نقطة معاك يعني مش شغال او يعني مش عارف يشغل موضوع اللي هو الانسلينت. فبالتالي انت عارف محتاج زقة كده شوية كمان عشان يعرف يشتغل. دي تاني حاجة. تالت حاجة كاونتر اكتنج هورمونز. ازاي ان انت عندك انتي انسلين هورمونز بقى عندك جلوكاجون بقى عندك سيرويد عندك جي اه عندك كورتيكوستيرون عندك كمان كل دول انتي انسلين هورمون بيزودوا نسبة الجلوكوز في الدم فانت اتزود نسبة الانسلين عشان يعرف يحارب ويضاهي كل موضوع ده كله. فانت بتزود نسبة الانسلين. تمام? رابع حاجة اجعينز الانسلين يعني ان انت جسمك بيدي كتيرة للانسلين اللي انت اللي انت بتديه. فبالتالي انت عايز ايه? انت عايز تزود نسبة دوز بتاعة الانسلين عشان حتى حتى هيكسر جزء كبير منه فيفضل جزء هيعرف يشتغل. دي الفكرة ان ان انت بتدي دوز اكبر من اكبر من المكانيات دي عشان انت اللي تغلب وتكسب. فبالتالي في حاجة تشتغل معك. دي النسبة اللي بتزود اللي هو اللي بيقال بقى ايه? حالات بقى زي ايه? زي الاكسرسايز. الاكسرسايز اصلا انت بتهدف ان انت عايز نسبة جلوكوز عندك انت بتكسر الجلوكوزة الموجودة عندك في الدم. فانت بتعمل نفس الموضوع بتاع الانسلين تقريبا. فبالتالي لو انت بتكسر فانت مش تحتاج الانسلين فبالتالي هتقلل اللي يحتاج بتاعك. لو انت لو انت مشى على كتير. تاني حاجة زي ما احنا ما قلنا وهارينا كتير ان الوبيز الناس الوبيز بيحتاجوا كمية انسلين كبيرة جدا. فالناس اللي هم يعني رفيعين هيحتاجوا حاجات قليلة. نجي بالاخر جزئية وهي يعني بص انا كاتب لك هنا عنوين وهنشرح كل واحد فيهم يعني ازاي اللي بيحصل فيه بالزبط. اول حاجة تاني حاجة تالت حاجة رابع حاجة او خامس حاجة انسلين اديمة سادس حاجة سابع حاجة نمسك واحد واحد بقى وانفصصه. اول حاجة ده البديه جدا لما انت تدي انسلين. تمام بيبقى قولك انه بسبب لو انت اديت او او انت اتغبيت في الضيب بتاعك او انت يعني كالت بكمية قليلة يعني عارف اللي هو يعني عارف اللي هو عارف اللي هو ما كالت اشتغلين حاجة فبالتالي هي دخل الانسلين هيشتغل فبالتالي لك الجلوكوز فبالتالي هيسببك الدخل هيبوكليسيميا. تالت حاجة عملت ايه? انا قلت لك ان بتاع الانسلين. فبالتالي لما تقفر في موضوع هيدخل لك في هايبوكليسيميا. ان هتكون سالك تكمية الجلوكوز اللي عندك تقريبا او اغلبها. طب تعالج الموضوع ده ازاي? على حسن هو بيختلف على حسب هو هل هو كونشوس ولا انكونشوس. لو هو كونشوس هتتعمل ايه? هتديره حاجة مسكرة يعني خلاص ادي له حاجة مسكرة هي اللي هتماشي حلق ادي له بقى كوبات اه علبة عصير ادي له بقى اه مع اه عسل اي حاجة. تمام? ده بالنسبة لو انكونشوس. لو انكونشوس ده بتعمل ايه? بتدي له بقى محلول الجلوكوز خمسين في المية. بتدي له ايه? بتدي له بتعلق له محلول آآ جلوكوز انترا فينس. لمدة مسلا دي اتين او تلاتة. او بتدي له ايه? او بتدي له بقى حاجة انتي انسلين هرمون. وبالذات الجلوكاجون. بتدي له الجلوكاجون بتحقنه يا ايه مصاب كتين ساعمة انترا مسكولر. عشان يزود نسبة الجلوكوز ويعالج دي اول حاجة. تاني حاجة انسلين الجسم جسمك اتهبل على اللي هو الانسلين. فبالتالي عمل فبالتالي اي حاجة اصل اي حاجة بتيجي من مصدر برا ممكن معرضة جدا للالرجي. جسمك يكون حساس لانسلين مسكرة. او نوع معاية من الانسلين. حيب بالتالي هسبب لك هسبب لك كيمة ارتكارية. ايه مسكرة ماشية. تمام? ده بيقول لك ان هو الانسلين الالرجي بيبقى طبيعي الميكانيزم التعوى بسبب ايه? بسبب اللي هو الهيستامين. طب انت هتعمل ايه في حالة زي دي? افرد ان انت عندك نوع اه انت عندك اللي هو الجسمك هيكون او للنوع معاية من الانسلين. هتعمل ايه? هتغير النوع. بسيطة جدا. هتغيروا. فبالتالي هتستخدم عندك اللي هو نوع آآ او ممكن تستخدم عندك اللي هو عشان تتجنب ما هو الالرجي ده من اساسه. تاني حاجة تعمل ايه? عشان تعالج موضوع بردوء الالرجي. تهت حاجة عندك اللي هو الاميون انسلين جسمك اه الاميون سيستم عندك اتهبل وكون انسلين اه كون عن الانسلين اللي موجود عن اللي انت بتاخده. يعني كون لك بواز لك ادني. انا قلت لك في اللي هو حالات ان انت بتزود بتاع الانسلين. ليه? انت بتزود عشان انت اللي تغلب. انت اللي تكسب. وبرضو عشان برضو تتجنب الموضوع ده ان انت بتغير الطيب بتاع الانسلين عشان جايز يكون اصلا جسمك ما تكونش للانسلين اللي عندك ده. اللي هو اللي انت بتاخده ده. فبالتالي غير الطيب عشان يعني عارف اللي هو اضحك على جسمك من اخر. تمام. عشان في حالة برضو لو كون له انت اللي تكسب. فبالتالي الانسولين اشتغل معاك. تمام. ويه برضو تتديله السيسيم الكورتيكوستيرويد عشان برضو تعالج اللي هو الاميون ريزيسنس. رابع حاجة. او الكلام ده بقى. بص انت عندك اه لو عائل صغير بيتحقى مسلا بياخد مرتين او تلاتة مسلا الانسولين في اليوم. ماشي بقى على كم سنة. شوف بقى مش على كم سنة. سنين. عمال يتشكي في بقى لك سوي لك حاجة عارفة اللي هو بقى ليه لك كده كبير موجودة عندك في جسمك يعني طبيعي. طب ايه بقى اللي ممكن يسبب لك المشكلة دي. هيجي لك حاجة اللي هو سبكتيني صفات. بسبب ان انت عمال تحقن في نفس المكان. بص. بسبب ان انت بتحقن عمالت. الام مسلا عمالت تحقن في دراع الواد كل يوم كل مرة بتحقن في دراعه. بتحقن في دراعه. دين رأة هيكبر يعني انت بتحعن في نفس المكان غير يا عم حلو في رجلو واحلو في فطل واي حاجة. تمام? فبالتالي انت تعمل ايه? غير المكان يعني احن في مكان تالي. يعني اه يا تعمل ايه? يما برضو ان انت تحن في مكان تاني. يما تحن برضو حاجة solamente عشاء يعني حاجة ما تسببش عندك اللي هو الاميون اه 오 عندك حاجة ما تسببش في ففعلي وعارف اللي هو مثلا يا اما قال نسبة اللي هو خامس حاجة عندك اللي هو هو ايه اللي هو الانسولين اديمة لايه ما ايه الانسولين بيجوع فبالتالي الانسولين لو انت زورته عن حده العين ده هيتجنن في الاكل هياكل الطرابيزة كلها من هياكل كل حاجة فبالتالي لو انت متضيف فالتالي هتخلي عاكل كل حاجة ويستطيع لك حاجة اسمها هيدخن ك reference سادس嫌ات عبارة عن ايه? ده زبزب في اللي هوال Berlaug Ease. ازاي دي? بص انت عندك اللي هو العيان ده? هنعرف اللي هو ممكن يستعبط في العلاج. شوية بقى او شوية بقى بص انا شوية بقى ياكل اه ياكل كتير. شوية ياكل الايل. شوية ما ياكلش. شوية اكل كتير اوي. شوية اكل الايل اوي. فبالتالي impat علاء رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جايك. اللي هو اتنريحني يا عم واسبت على حاجة. ودي حاجة اسمها تمام. اخر حاجة عندك اللي هو الدواب ده عبارة عن ايه? عبارة عن حاجة اسمها بتحصل بالليل. زي ما قلت لك عندك اللي هو الحالة البيزل. الحالة البيزل ان انت عندك اللي هو زي زي وبرضه الكورتيزول بيكونوا هم اكتر حاجة شغالين وهما نايمين. بيكونوا زايدين وانت نايم. فبالتالي انت مش قادر نعندكش كفاية يحارب الموضوع ده فبالتالي هيدخلك فايبرجليسينيا. تمام? فبالتالي انت يعني عارف اللي هو الموضوع هيكون صعب عليك فبالتالي انت بتضطر تزود دول او تدي حاجة او عشان انت عرفت عالج الموضوع ده. وبس كده الحمد لله المحاضرة خلصت. آآ نراجع برضو حاجة كده على السريع. نراجعها كده على السريع اول حاجة. احنا عندنا عندك اللي هو الدرج سرابي انت عندك اللي هو مشكلة في الانسلين يماما اه او بينقسم الى اتنين طايبس. عندك اللي هو طايب وان اللي هو اه طايب طوي بسبب عندك اللي هو غايب خالص. فبالتالي اه بسبب اه او كده. واخدنا ان انت بينقسم الى وعندك اللي هو الانسلين ريستور. الانسولن الريسيبتور ده بيكون موجود عندك اللي هو الانسولين الريسبتور معين بيدموجود في كل مش حاجة وكاركترستيك معينة. وبالتالي عندك اللي هو الانسولين ده. بيتكون الانسول رceptور ده. بيتكون من جواجه وبروتين. بيتكون من اتنين الفا واتنين بيتا صابقيونت. فبالتالي معضيز سلفال داتبونت. وبالتالي عندك الالفا صابيانت دي اللي هو ال breakup domain هي مسئولة عن الانسولن اكشن الانسل ده بحفز عندك اللي هو التخزين الجلوكوز في الليفر كاكسور Yega déjàseasoney ou عندك اللي هو الامينا واسد كبروتين. في المصر الاصدي كبروتين. تمام? عندك اللي هو الانسلين ده بيحفز تكسير اللي هو الزواء في المصل عشان يدي طاقة. ويحفز برضه عندك آآ بيحفز عندك آآ بيقلل اصدي بنسبة تصنيع او بيقلل النسبة التكسير والجليكوز والبروتين. واي حاجة ممكن تتحول عندك اي حاجة ممكن تتحول للك جلوكوز. طب تالي يقل نزلك جلوكو نيوجينز. عندك خدنا برضو في البرباريشن. ان انت عندك بين قسم الاربع اربع طيبس. الرابيد او اولترا شورت. الاسبرو انسولين ازبار انسولين. اه جلولايسين انسولين. بيبقى بتدي له اي في كتو اسيدوزيس. اه بيستخدم في كتو اسيدوزيس. وممكن يعمل كومبينيشن مع الانترميديت اولونج اكتنج. وهي برضو بتدي تمام عندك اللي هو الشورت اكتنج. شورت اكتنج برضو يعني اللي هو اه اه بيستخدم حالات عندك اللي هو اه كتو اسيدوزيس وبيعمل كومبينيشن برضو مع الانترميديت واللونج اه ترم. وبرضو بيستخدم في اللي هو الانوريكزي والنرفوزة والهايبو كاليميا. وبرضو عندك اللي هو عندنا الانترميديت ده واللينت والبريميكسد. اه بيستخدم في اللي هو يعمل كومبينيشن مع الرابيد والشورت عشان يعالج وعندك اللي هو وعندك اللي هو وعندك اللي هو بيستغن في حالات عندك اللي هو اللي هو عشان تعالج عندك اللي هو المشكلة اللي هو في الحالة البيزل. اللي هو ما يزيدش عندك اللي هو يحصل لكش هايبرجلاسيمي وانت نايم. ويهي برضو بتجي برضو مع حاجة عشان انت قابل تمام. والستخدمات الانسلين اللي هو بيستغن في حالات اللي هو في حالات معينة اللي زي عندك اللي هو في حالات اللي هو الغيرز ي ها ايه ما كنتينه ازاي عندك اللي هو يعني لو عندك مشكلة في اللي هو الضايت والوا داركز ماجبورش نتجة فتبتدي له إنسولين ده لايك حاجة بتعلق لهايبوكايميا و até كتح لطيطيط الكومة. اي ايه الاسباب بقى اللي بتسبب لطيطيط كتات حسولت لكومة? اللي هو زي ان انت زودت في اللاكلة كتير ا Synd مش اللي نده ان انت ما مخدتش انسلين كفائية او عندك اللي هو آآ ما اخدش الجرعة بتاعتك. وهي عندك اللي هو الانسلين ده عالي. او ممكن يكون عندك او عندك او عندك. طب ايه السونز بتاعت? اول حاجة عندك اللي هو ادي بكومة. يعني اه دخل في كومة. دخل في الريحة بقوة سيتون. حصلوا ده هيدريجن. اه شجر وكيتون زادوا في اليورن. والالكالية بالنسبة خمسين في المية. طب بتاعك بتعالج اللي هو الهايبرجليسيميا بتبديله سولو بالانسلين. اه اللي هو اللي هو اللي هو الشورت اكتنج او اللي هو اه اللي هو وبرضو على لغاية ما يقل للغاية اقل من تلتمية. يعني بيه قليل بس يبقى واحد بس. تمام. وبتعالج اللي هو بتدينه عشان تعالج والبوتاسيوم فوسفيت والكولورايد عشان تعالج الهايبوكاليميا. وبتدينه برضو انتبياتك عشان وتدي اللي هو خمسة في المية. عشان تعالج اللي هو الهاي وعشان تعالج برضو الهايبوكاليميا اللي ممكن تحصل. تمام. اول حاجة ان انت يعني العادي بيحتاج من اتنين من عشرة لخمسة من عشرة. واربعة ضعفه لو هو لو هو دايبيتك يبقى من ستة من عشرة سبعة من عشرة. طب لو هو يبقى اتنين يونت بير كيلو كريا. تمام. الفكتورز بتزود حالات زي انفكشن سيرجي. اه سيفير اكتن جورمون. اه انتباضي زي عندك لوها الانسولين اه انكريز الريزيسنس اه الفكتورز اللي بتقلل عندك لوها الاكسرسيز والويت افدوكشن. الى ادفرس بقى يعني اه عشان انا جبت لك الكوز بتاعت عندك لوها الهايبوكاليسيميا والانسولين والليميون انسولين واللايبوتروفي والانسولين اديم والوورويد ديوتو اه انسولين او بقى شوية سئلة اللي هو كان فيه اربع سئلة كده في الداتا بتاعت الدكتورة اول حاجة عندك اللي هو Holli Wolf a a اول حاجة او un دايبتك. انت بتحتاج عندك اللي هو الانسلين بيحتاجه في كل ده. انت بتحتاجه برضو في اللي هو في السرشي. بتحتاجه عندك اللي هو في اللي هو في البريجنانت وبتحتاجه برضو في في الانسلين. هي متجاوبة في داتا الدكتورة. فيعني اه اتجاوبوك كده وبصمجوك كده وخلاص. وعندك اللي هو اه الانسلين ريسبتور ده بيبقى عبرا ايه? انا قلت لك اللي هو ايه? طايروزين بروتين ريسيبتور. انا قلتها لك. قلتها لك. وقلتها لك. وقلتها لك. خلي بالك منها. المغزة. تايروزين كاينيز ريسيبتور. تمام. اخر حاجة عندك اللي هو هو ايه بقى بالزبط? مشكوك فيها مشكوك فيها انا اقولك بقى لحاجة ان مش بيحتاج دايما للانسولين. يعني عنده بدائل تانية. ممكن عنده بدائل تانية للانسولين. انما ما ينفعش يستغنى عن الانسولين. فبالتالي نختار. وشكرا يعني كانت محاضرة يعني لطيفة. ونقول الله من استوداء لكم القراءة وما احفظ وما تعلمت. فاردها على الان دهجات الاله. انك على كل شيء قدير وحسب ان الله ونعمل وكير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.